وَعَزَبْتُهُ مَعَا إِنُ الْبَيْتِ نعم رأىت في المنام الشيخ إمام الحرم المكي عبد الرحمن سديس حفظه الله تبارك تعالى ورعاه يلقي محاضرة ثم يعني دعاهم إلى يعني عزيمة وليمة في البيت وذهبوا معه طيب هذه رؤية جميلة وهي من قسم الرؤى المبشرة رؤية إمام الحرم تدل على الإمامة للناس والدلالة على الخير كما قال سبحانه وتعالى واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأيضا تدل على حفظ القرآن لأن الشيخ إمام الحرم حافظ القرآن الكريم قد تحفظين القرآن الكريم وإذا كنت متزوجة مثلا إذا كان صاحبة المسج غير متزوجة قد تزوجين برجو حافظ القرآن الكريم رجو صاحب المسج طيب إذا كان رجو صاحب المسج فحفظه للقرآن الكريم ذهاب للحج أو العمرة التقاء أيضا بالعلماء وقد يرزق إن شاء الله بولد صالح والعلم عند الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر